وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد القلب وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الإنسان هو الذرة الصغيرة في هذا العالم الكبير الإنسان ما هو حجم هذا الإنسان في الكون؟ وما هو المقدار الذي يشغله هذا الإنسان في الكون؟ مقارنة بالكواكب والمجرات والنجوم الحقيقة تؤكد وتقول إنما هو الذرة في هذا الكون ورغم ذلك هو الذرة الأكثر تعقيدا وإعجازا الإنسان الصغير هذا مجزة عظمى ودلالة قطعية على وجود خالق قادر حكيم خالق أبدع كل شيء من الذرة إلى المجرة خالق وضع لنا في كل شيء دلالة تدل عليه وترشد إليه وإن أعظم دلالة للإنسان تدله على عظم خالقه العظيم هو نفسه هو الإنسان فبداخل الإنسان من الإعجازات والدلالات ما يعجز المرء على أن يحصيها أو يدركها أنت أيها الإنسان من إعجاز الله لأنه خالقك خالقك في أحسن تقويم خلقك هذا وإتقانك لا شك على أنه من خالق عظيم عليم حكيم وهو على كل شيء قدير فليس للعبث منك سبيل وليس للصدفة إليك طريق فانظر لقلبك ترى به من الإعجاز والإتقان ما لا يقدر مخلوق على صنعه قلبك الذي هو أساس جسدك إذا توقف القلب توقفت الحياة فيك وذهبت الروح عنك هذا القلب الذي بين جوانحك لا يتجاوز حجمه مقدار كفيك أعظم دليل على إعجاز خلقك قلبك الذي لا يتعب ليلة ولا نهارة ولا صيفا ولا شتاء ولا يحتاج للشحن ولا للطاقة ليعمل أليس دليلا على بديع صنعك وخلقك أيها الإنسان هذا القلب يضخ الدم إلى جميع أنحاء جسمك ولو بوسطت الشرايين لحتاجت إلى مسافة بمئات الأميال ولحتاجت إلى آلات ومضخات لضخ هذا الدم في تلك الشرايين والأوردة لكن القلب يقوم بهذه المهمة العظيمة دون أي طاقة أو كهرباء تمده من صنع البشر إنما هو مدد الله الغيبي لهذه العضلة التي تنعش البدن وتجعله نظرا وإن ضعف القلب أو مرض ضعف البدن وهزل وكذلك الإيمان في القلب والتصديق واليقين والتوكل والحب وغير ذلك فأصلح قلبك يصلح لك جسدك وروحك ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب انظر بعيني قلبك ثم اجعل حواسك تحكي لك عن مديع هذا الخالق الكريم العظيم قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه